اشتركوا في القناة 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 رياضة الـ MMA اشتركوا في القناة 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 جدا جدا جدا. أنا بس معيشة في قرية. قرية ريفية. منين أصلا؟ قرية الحسنين. منشئة الأناطر. بلد في دواحي الجيزة. أعرفين هؤلاء. فهما أساسا مش لعبة قتالية. هما بعيد عنهم إن فيه بنت أساسا تلعب رياضة عموما. فهما ما كانوش متقبليني شوية أن أنا بلعب رياضة بس هما كمان ما كانوش يعرفون أنا بطلع مطشات أو بلعب أو هما كمتخليني بلعب رياضة عادية. حتى أنا كنت خايفة من مواجهة أن هما يشوفوني بلعب أو أي حاجة. لما الفيديوهات نزلت بتاع المطشو كده. فيديو تداول في كل حتة. خافوا منك. في القرية عندنا. خافوا منك. نظرة الناس ليك في الشارع أزاي؟ لا بصراحة. بالعكس ده حاجة مخترمة جدا. لا حاجة مخترمة جدا. إحنا فخري. يعني سبب وجودك النهاردة على فكرة هذه ده حاجة فخري لنا جنيل. شكرا. بسي. رد فعلهم كان حلو جدا بالنسبالي أن هما قالوا لي كلام حلو كتير ومتقبليني جدا وبيشجعوني يعني فخوريني أن أنا من المكان دوت أو أن أنا طلعتوا من المكان ده. طبعا أنت فخري لأي حد. فخرينا كلنا الحياة هاي. شكرا. وبعت مش بس فخري يا جمانا يعني بقت كمان نموذج مشرف لي كل بيتي مثل أعلى. أعتقد بقى لا مثل أعلى كمان لكل اللي موجودين عندك في القرية. الكل أكيد عاوز يبقى خلاص بقى هايدي كلنا هايدي. داي خلينا روح لكابتن محمود. يعني هايدي بتتكلم على فكرة الناظرة بتاعت الناس اتغيرت. جمانا كنت بتقول إن مش سهل اللي احنا نلاقي بنت بتلعب رياضة ورياضة. يعني فلكن في الأونة الأخيرة والفترة الأخيرة تحديدا فعلا بقى متعارف وبقى دارج يعني أن البنات هي الأكثر ميولا لرياضة الام ام اي تحديدا أو الكيك بوكسينج. فإن ماي السبب في ده؟ وأصلا يعني طبعا كله عارف إن البلد فيها مشاكل في حياتة البنات والمعكسات والتحرش والحاجات دي كلها. طبعا كل يوم بنقابل مشكلة إن بنت تعرضت لخطف أو تعرضت لاعتداء أو أي مشاكل بتقابل طبعا البنات. الأهل بقى مش بيعرفوا يوجهوا البنات صح. يعني أنا مثلا. سنعوز يتعرض للشارع كل يوم بتعرض. يعني اللي عاوي تقوله إن هو يعني البنت كابت تفكر في ده كنوع من أنواع الدفاع عن النفس. حتى لو البنات بتفكر الأهل نفسها حتى لو عايز. مثلا البنت تلعب رياضة ممكن خلالها تلعب رياضة مش كوية قوي. فطبعا الرياضة المش كوية قوي دي. أنا مش هقدر دافع بها عن نفسي. يعني أنا مثلا. ممكن نلعب رياضة تبقى استعراضية. صحيح. أنا اسم من هنا بلعب رياضة. بس لو حصل أي مشكلة. أنا مش عرف دافع عن نفسي. في المشكلة هنا. يعني الأهل عمل قوي جدا. نحن الأهل بيساعدونا مع الفئة العمرية الصغيرة. يعني بيدعموا الأولاد كويس جدا. وبيساعدوهم. بس بقى حتة فكرة إن البنات الكبار في برضو مشكلة شوية. حتة التمرين. كمان الإميم ايه فيها؟ فيها مشكلة في حتة الجوجيتسو. اللي هو اللعبة على الأرض. على الأرض وكده. زي ما حضرتك شفت في الفيديو. طبعا برضو المصيرين مش مدركين شوية لعب الجوجيتسو ولعب الكتال الأرضي والكلام ده. طبعا لو البنت تتحطت في أي مشكلة في الشارع أو أي موقف. ما المشكلة عشان نوضحها للناس برضو؟ ما الجوجيتسو؟ الجوجيتسو كتال الأرضي. اللعب يلعب فيه مثلا مشارعة روماني. جودو. جوجيتسو اللي هو الكتال الأرضي. ده اللعب بيدر يسيطع على الخصم ويتثبته في الأرض. يعرف يأخذ منه لديها مسيكات إغضاع. يعني الماتشي الامم ايه؟ تحس ببوينت عالي. التيكداون اللي هو الشيرو يام. أعتقد ذلك لعبة كابتن صح؟ يعني ده أعتقد ده مسارعة و كونجفو. صح؟ طبعا. بس يعني هي وقدة أكتر من الألعاب القوية. يعني المواي تاي والكيك بوكسينج طبعا والجوجيتسو والمشارع الروماني. الحاجات القوية كلها مجمعينها في لعبة واحدة. عشان في الآخر يبقى الفايتر الامي ايه؟ يقدر يتغلب على أي فايتر في ألعاب تانية. ألعاب تانية طبعا فرديك. طيب. خلينا نتكلم عن البطولة. بطولة الإمارات. محاربة الإمارات أو الـ UAE Warriors. عايز أسألك في البداية. كان في هنا بطولات تأهلية أو حتى تصفيات عشان نقدر نخرج أو نوصل لهذه البطولة؟ ولا هي دي بطولة بتسفروا لها مباشرة؟ وعايز أسألك كمان عن فكرة المواجهات. هي هايدي أول لعبة مصرية في التاريخ تفوز بهذه البطولة. دي نسخة 26. هي أول لعبة مصرية تقدر تحصل هذا اللقب. وأيضا أول لعبة عربية تقدر تفوز كمان على دولة زي دولة الهند. طبعا. اللعبة اللي كانت لعب معها طبعا أول برضو هي أول لعبة هندية تحترف من الهند. برضو دي طبعا إنجاز. نحن نقدر نتغلب على لعبة زي دي. ولعبة طبعا مجهزة كويس جدا. مجهزة في أماكن كتير. مش في الهند بس في الهند وفي البحرين وفي كذا مكان. عشان تقدر إنها تنافس في مواتش زادا. نرجع لجزء الأولاني. إن إزاي إزاي إدارت تتأهل هذه البطولة. إحنا عندنا هنا في مصر في منظمات. المنظمات دي إحنا تابعين لمنظمة EFC. طبعا. كابتن خالد وكابتن محمد عبد الحميد. طبعا الناس دي بتشتغل كويس جدا. إنها تتعلي اللاعب عبد الحميد. إنه يقدر يسوق لللاعب برا مصر. طبعا البطولات والمواتشوات ويحاول يجيب له أحسن فرصة. وطبعا بنسعى إن يبقى فيه اتحاد للإمم إيه. عشان طبعا الاتحاد يساعد كتير اللعيبة في السفر وفي طبعا المصاريف وكلام ده. عشان طبعا اللعب بيصرف عن نفسه كتير في مشاركة البطولات وفي التجهيز وفي التغذية وحاجات دي كلها. فطبعا البطولة دي إحنا بنشارك فيها عشان نقدر نعلي مستوى اللاعب بيلعب الأول فئة الهواء يلعب مثلا كم مواتش في فئة الهواء بعد كده يطلع لفئة المحترفين. المحترفين طبعا بيبقى الليفل أعلى جدا. لازم اللاعب يبقى لعب قبل المحترفين في مرحلة مثلا عشر مواتشوات خمس مواتشوات إن هو يقدر يعلي مستوى عشان يقدر يطلع للمرحلة أعلى. وفي حاجة في المواتشوات برضو بتاعت اللاعب بتتسجل على الشيردوج إن أي منظمة بتخش تعرف سيفي بتاع اللاعب لعب فين مستوى إيه البلان بتاعته إيه الخطة بتاعته في إن هو يخش اللاعب. الحاجات دي كلها بيبقى المنظمة عرفها على اللاعب. هاي دي يعني كابتن محمود بيتكلم على فكرة إعداد علشان تدخلي محاربة الإمارات ويتفوزي به هذا اللقب وتشرفينا كلنا كمصريين يعني. عاوز عرف بقى أنت منك كواليس مشاركتك في المباريات تحديدا في النسخة الستة وعشرين من محارب الإمارات وكام ماتش لعبتي علشان توصلي للنهائي؟ هو في الأول أساسا أول ما عرفت إن أنا هلعب بره كنت مغدودة جدا وحاسيت إن إنه لسه بدري بس بعد كده كابتن محمود طاميني طاميني قال لي خلاص ما تقلقيش انت قدها أنا وصك فيكي لعبتم ماتشوط هنا في مصر في الـ MMA وسترايك وبعد كده لعبتم ملاكمة ده برضو بيبقى من بس وعملنا بروغرام بقى نمشي عليه خطة. وهيدي برضو بطلة ملاكمة بطلة جمهورية في الملاكمة وصفت منتخب أحنا شايفين صورة هي بتأكد وتثبت في منتخب الملاكمة صفت برضو كدت أتخش منتخب الملاكمة بس طبعا عشان الماتشي الإحترافي ده أجند الموضوع شوي طيب هايدي آخر ماتشليكي كان من مع دولة الهند بنت من الهند إيه الماتشات اللي كانت قبلها؟ كان فيه ماتشات قبلها؟ أو بس هنا في مصر مع مصريات مع مصريات؟ مع مصريات طيب انت شايفة مستوى البنات المصريات إيه؟ فيه عندنا مترية كويسة جدا بجد وبنات كويسين جدا 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 في اللعبة بس محتاجين يعرفوا يعني ايه مم ايه يعني هما ما عندهمش شوية ما عندناش شوية يعني ايه مم ايه بس ان هما يلعبوكي أعتقد أنه هما وصلين لمرحلة متقدمة يعني هما تخطوا مرحلة الهواء؟ أكيد أكيد في كل ماتش يعني المستوى يتغير على الماتش اللي قبله وفي كل ماتش الخصمي بيبقى أقوى من اللي قبله البنات فعلا محتاجة تعرف يعني ايه مم ايه ثقافة مم ايه تقرأ وتشوف وتبص على علامة الخارجي هيتعلموا كتير لما روحت برا سفرت كانوا كل استغربهم انتي بنت مصري مش ان انا بنت عادية كذبت لو كان بنت مرأي جنسية تانية كان هيبقى الموضوع مش مستغربينه كان كل الموضوع انتي ازاي بنت مصرية انتي مصرية فعلا؟ فقلت لهم اه مصرية قالوا لي في بنت مصرية بتعرف تلعب مم ايه؟ ومصر وكل حاجة في مصر بس طيب احنا شايفين ما شاء الله عدد هايل من الماديليات قدامك على الترابيزة اريد ان نعرف ايه الماديليات دي؟ يعني مش بس درع محارب الامارات اللي موجود قدامنا اعتقد السيف ده هو درع محارب الامارات ايه الماديليات دي بقى اختيها امت او ازاي؟ نتكلم في سنتين سنتين اول مشاركة ليا كانت في الافولوشن كان اول مطش في الافولوشن خالص الماديليا الحمراء اللي هناك دي اول واحدة اول واحدة بعد كده شاركت تاني اللي هي الماديليا الخضراء اللي هناك دي مكتوب عليها ايفو اه الموجودين على الشاشة دلوقت اه ثالث مشاركة اللي هو الدرع ده رابع مشاركة برضو في الافولوشن اه كان ما بينهم بطولات بره يعني بره المنظمة علشان اقوم المستوى انا كنت عايزة اشارك كتير علشان مستوى ايه يعلى فوقت قليل طيب كابتن محمود انت بتقيم اه مركز مصر في رياضة الامام اي ان كان بالنسبة للرجال او للسيدات فين؟ يعني احنا مصر دولة عندنا لاعبي اامام ايه أي أقوية ومؤهلين بالشكل الكافي ولا لسه محتاجين يمكن خطوات تانية ومحتاجين اهتمام أكتر ورعاية ولو تحدل دينا كمان العقبات ويمكن الدعم اللي انتم محتاجينه المشكلة احنا عندنا فعلا مقاتلين قويين جدا بس احنا مش متشافين يعني في مشاكل كتير بتقابل اللعيبة مثلا زي الأولاد اللعب يكون خلاص مستوى بقى كويس وعي شارك يحصلوا مسلا مشكلة مثلا في مصاريف التجهيز مشكلة مثلا انه سينه جي عشان الجيش الحاجات دي كلها بتقابل اللعب مثلا جاله اصابة حاجات دي كلها بتقابل اللعب بتسبب مشاكل ليه انهم ما يقدرش يسافر في جزء تانية برضو مهم في حتة الدعم يعني طبعا اللعبة كلها طبعا وإحنا بنصرف على نفسنا صحيح يعني بره في سبونسر للعب اللعب فيه راعي راعي الأكل الشور بالتمرين كل حاجة يعني كل حاجة هو بس عايش انه يتمرن بس احنا مثلا مثال زي هايدي هايدي بتدرس وبتمشي مشوار مثلا حوالي بتاع ساعة لربع أو ساعة في الطريق عشان تروح شغلها مع التمرين يعني هي عايزة تدرس وعايزة تشتغل عشان تصرف على نفسها وعايزة تتمرم وبعد ده كله المفروض ان هي تسافر وتوقف قدام لعب أو توقف قدام لعبة حياتها كلها التمرين بس وما بتعملش أي حاجة والحمد لله تقدر تتغلب عليها يعني ده ده حاجة الحمد لله إنجاز إحنا بندر نوصل له عشان الحمد لله إحنا بنتعب بنتعب عشان نوصل له هدفنا وطبعا المصري عنده تحدي وراضة إحنا أعنذر إسرار وعزيمة عنده إسرار اللي هو أنا ما ينفعش حدي ما ينفعش حدي أصلا يوقف قصادي الحمد لله يعني حضرية كنت بتتكلم أو هايدي تحديدا كانت بتتكلم إن كان في الأول استغراب في القرية عندها وبعد كده أصبح الاستغراب ده وتحول لنظرة من الفخر إن هي أصبحت بطلة عشان هم كانوا شايفين الصورة كاملة وقلت لها أنت نموذج مشرف ويبقيت مثل أعلى يعني مصريين كتير أو يمكن لأكد كلامي دلوقتي تفاعل الناس معنا على السوشيال ميديا وهم سألين سؤال السؤال ده موجه لحضرتك للبنات في سن الدقي يقدروا يلعبوا اللي عبا دي ويروحوا فين علشان خاطر يخلوا ولادهم نموذج مشرف زي هايدي جدا كتير قدر أنها وصل لعب لفل معين مثلا 10% 20% بس بعد كده هو مش يقدر يعليه بتبقى موجودة في نوادي ملاك الشباب ولا كلها حاجات خاصة لا لا كلها حاجات خاصة يعني صالات خاصة فرق زي مثلا زي الفريق بتاعنا اسمه تايجر تيم الحمد لله من أقوى الفرق في مصر الفرق دي بتقدر أنها تتعلي مستوى اللعب وتأهله أنه يلعب برا مصر وموضوع السن طبعا لما اللعب بيلعب من سنه صغير دي بتبقى حاجة كويسة بس ما يمنعش إن لو حد حابب يتمرن هو في سن كبير ما فيش أي مشكلة أهم حاجة الفترة بتاعت التجيزي بتاعته يبقى فيها التزام ما فيش غياب ما فيش أي حاجة تبعدك عن التمرين فترة جد أقدر في الآخر إنه وصل للنتيجة أتشرف طبعا بها هايدي خلال السنتين دول معدل تدريبك في اليوم يعني معدل التمرين بتاعتك مثلا تتمرني كم مرة في الأسبوع كم ساعة في اليوم طريقة الأكل بتاعتك كلمين أكتر عن أنت إزاي قدرتي تجهزي نفسك بدنية وكابت المحمود كمان إزاي قدر يجهزك بدنية مثلا لو فيه مطش التدريب بيبقى مكسف أكتر فترة الإعداد بتبقى أقوى من الفترات العادية لو فيه مطش بتمرم في اليوم مرتين 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 في اليوم كل مرة خمس ساعة مثلا في المرة مثلا ممكن ساعة أو ساعة ومص ساعة أو ساعة ومص بالضبط طبعا بالنظام الغذائي كويس علشان جسم يقدر يعمل ريكاوري علشان أقدرت مرة مرتين في اليوم كويس ده اللي هو بروتين فقط ولا لا ده كرب بروتين نظام الغذائي حسب الفترة الفترة اللي انا عايزينها في التمرين محتاجين إلي أكثر كل فترة بيبقى لها نظام الغذائي معين طيب أنا عندي سؤال أفريح هل يعني بعد النجاح اللي حققته هايدي لطاقته مثلا مع وزير الشباب طرحته إلي محتاجين يعني هو إحنا علشان نطلع نموذج مشرف كده ويمثل مصر في المحافل والمباريات الدولية إلي محتاجة لعبة الـ MMA من وزارة زي وزارة الشباب طبعا أول حاجة إحنا محتاجين اتحاد إن يبقى فيه اتحاد قائم في البلد نقدر اللعبة كلها لو في أي لعب عنده مشكلة يقدر يخاطب الاتحاد الاتحاد يقدر يحلهاله طبعا في مصر الموضوع ده فيه مشاكل كتير وكده شان ده عايز يمسك الاتحاد ده عايز يمسك الاتحاد فبيحصل مشاكل في كده ففي الآخر اللعب اللي بيتضر يعني أنا برضو بوجه رسالة المشاكل كلها دي مالهاش أي لازمة أهم حاجة فكر في مصر وفكر في إن اللعب ده يطلع يمسل مصر البلاد اللي بره ما بيفكروش في أي مشاكل قد ما بيفكروا صحيح إحنا إحنا إزاي ننجح وإزاي إن نرفع عالم بلدنا عشان في الآخر وبيراهنوا دائما على الألعاب الفردية أه كامل الألعاب الفردية بيبقى الحمل كله على اللعب فأنت لازم تدعم اللعب وطبعا حيطة إن اللعب بيبقى شايل كل حاجة موضوع ده صعب يعني مثلا هاي دي لسه لعبة الموتش الحمد لله كثبت المرحلة اللي جاية تبقى المرحلة أقوى فهنا محتاجين إن احنا نأهلها أتكلم في رعاية عامة بشكل عام من خلال اتحاد الاتحاد ده تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة تحديدا وفي نفس الوقت يكون في رعاية سواء كانت الرعاية دي متمثلة في رجال أعمال أو في رجال أعمال آه يرعوا بي الشركات اللي موجودة عشان خاطر يطلعونا نماذج تقدر اللي هي تكمل في اللعبة دي كل ده بيساعد طبعا اللعب يعني أنا اللعب لو وفرت له كل حاجة وخلاص انت محتاج إيه انت عندك مدرب كويس عندك عندك رعاية لكل حاجة خلاص أنا ممكن خلصت كل ده بتاعتي أستغنى عن شغل بتاعي أستغنى عن كذا حاجة ووفر كل الوقت ده للعبة عشان أقدر بعد كده أن أنا لما نفس لعبة أقوية قادر أنها كنت ندي لهم وقدر أنها طبعا أتخطهم طيب أنا أخذ السؤال ده وهروح له هايزي هايزي أنت شايفة أن أنت وزميلاتك في رياضة الأمام إيه محتاجين إيه محتاجين أول حاجة دعم نفسي دعم نفسي عشان أنا بأكد على الكريم لو أنت بنت ليه بتلعب اللعبة دي ده شغف زيه زي أي موهبة أنا شغف في جاي في اللعبة دي وإلى ما كناش اخترناها ولعبناها بآخر أنا عندي نموذج أو كادر أو بطل أنا بأهل بطل عشان يقدر يمثل اسمه مصر أي أن كان بقى راجل أو ست بنت أو ولد أكيد بجانب طبعا الجانب النفسي الدعم المادي مهم جدا لأنه إحنا مش هنجهز من من لا شيء إحنا محتاجين جانب مادي عشان نقدر نجهز به صحيا بدنيا المصاريف نفسها بتاعل تجهيز كبيرة جدا وصعبة لو ده موجود أو لو ده متاح طاقة اللي بتروح في الشغل أو عشان أقدر أجهز بيها هتروح بقى في التمرين مستوهي بقى مستوهي دعم النفسي وأعتقد جمانا أول حاجة عملتها قدمت لك دعم نفسي أفيد بنات أنا شاهد فيه تحيز لكن تحيز أنا هنا مش أقول بس للمرأة بما أننا داخلين في شهر ثلاثة وهو شهر المرأة بانتيار لكن أنا كمان بضم صوتي لصوت جمانا وأعتقد كل المشاهدين يعني بيدعموك نفسيا وبيقولولك كميلي وإحنا كلنا وراكي وفي ظهري كوي يعني للأمام وحصد بطولات أكثر وأكثر كابتن هايدي السيد الحاصلة على لقب محاربي الإمارات والكابتن محمود الحفني بنشكر حقيقة فندم على وجودكم معنا في الصباح الخير يا مصر في الحقيقة نموذج من النماذج المشرفة اللي كلنا فخورين النهاردة بوجود مدرب عظيم وكابتن يعني أعظم حقيقة انتصار لنا ورفعت اسم مصر فيه بطولات ويق المحافل الدولية نورتونا وشرفتونا في الصباح نتمنى أن رسالتك طبعا توصل أن احنا في الآخر احنا كل اللي منطمح إليه نكون عندنا بالفعل أبطال وبطلات يمثلوا مصر في كل المحافل الدولية في كل الرياضات احنا فعلا مصر ووش مقتصرة فقط على رياضة بعينها احنا عندنا بالفعل أبطال وبطلات كتير جدا في ألعاب كتير جدا محتاجين أن هما يكونوا تحت الضوء محتاجين الدعم إن كان نفسي أو مادي عشان بالفعل لو احنا صلطنا الضوء وبمجهود بسيط جدا وبدعمه بسيط جدا تقدر مصر أنها يكون عندها ميداليات لألعاب كتير جدا إن كانت جماعية أو حتى فردية أنا بشكركم وزي ما مكننا المرأة سياسيا وقتصاديا هيكون إن شاء الله في التمكين رياضيا عن قريب يعني إن شاء الله وجودكم معنا بهذه النمازج المشرفة بنشكركم على وجودكم معنا مرة تانية شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة